الآن أنا أقف بالقرب من المكان المخصص للتجمع المركزي للمتظاهرين في ناحية الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل يعني بدأت الأعداد في تزايد بشكل تدريجي الآن كما تشاهد من خلفي هناك عدد من المتظاهرين ما زال دكتور درغام ماجد ومن معه لم يأتون إلى مكان التجمع بانتظار وصول المتظاهرين من المحافظات الأخرى من بغداد والنجف وكبلاء وباقي المحافظات الأخرى لهذا المكان المخصص للتجمع على ما يبدو بأن رسائل عديدة يحاول المتظاهرين إيصالها من خلال هذه التظاهرات الحاشدة التي ستنطلق بعد قليل إلى محافظة البصرة هذه التظاهرات للتعبير عن رفضهم الشديد حول قضية ميناء مقصر أو ناحية مقصر وكذلك للتأكيد على أن العراق والشعب العراقي لا يسمح أبداً بالمساس بأرضه أو يتم الاستحواذ عليه من قبل دول مجاورة أيضاً هم رفضوا ترسيم الحدود من قبل الكويت يعني ما تبرين بأنها في أرض عراقية بالكامل وميناء مقصر أو ناحية مقصر ستبقى عراقية ألا نحن مازلنا بانتظار بقية المتظاهرين من المحافظات الأخرى لنصل إلى هذا المكان على مدد بأنه ساعتين يعني بعد ساعتين من ممكن أن تنطلق هذه الفشود للبصرة نعم حسين أنت تؤكد أن هناك أو بعد قليل ستنطلق القوافل إلى ناحية مقصر هل حتى مع أو قبل وصول هذه القوافل من خارج المحافظات الأخرى؟ لا لا بالتأكيد يعني بانتظار الوصول باقي المتظاهرين يعني تقريباً بعد ساعة من الآن ممكن للناس الجميع المتظاهرين إلى هذا المكان المحافظ ومن بعدها يكون الانطلاق في الانطلاق يكون على طريق السريع هناك أيضاً وصوف للاستحاق بقية المتظاهرين من المتظاهرات الأخرى التجوالية وبقاء والسماوة وواسط يتم تبهد إلى البشر وصباح الغنات على مدد من التظاهر يبدأ من الصباح ويستمر التظاهر ليست فقط على العلبة أيضاً على المياه والتأثير على المواطنين هل حصلت اللجانة المركزية المنظمة للتظاهرات على الموافقات الأمنية وعلى البروتوكولات أيضاً؟ نعم الآن نعم نشاهد هناك وجود أناصر أمد بحماية المتظاهرين في حد المحافظة المحافظة بالتأكيد هناك تنسيق حوضاً مع قيادات الشرطة في المحافظات الأخرى وبتحديث في محافظة البصرة تنسيق ما بين المتظاهرين وقياس الشرطة محافظة البصرة لسمع لهم بالدخول والتظاهرات والتعبير عن ربه اشتركوا في القناة